نحن سنختم معك أكيد ستكون ختمنا معك عمنا عبد الله وديدريس شكراً محمد الطيب نحن ساعدين جداً بالبيئة اللي خلقت المفردة الجميلة والبيئة اللي خلقت الشخصيات اللي قادرين إنه يعبروا عننا بكلام كتير وكلام عالي جداً بلقى ومصطلحات كبيرة وعالية بشكل اللي بخلينا قادرين نفهم ثقافة المناطق المختلفة في سودان الكبير ده بالوراثة يمكن الشكل الأساسي والمكون والمكمل الأساسي للمصطلح بتاعب الوراثة والبادية وما يمكن توارثه من هذه البادية الكبيرة والعميقة والعظيمة شكراً جداً لضيوفنا وختامنا أكيد معك عمنا عبد الله زيك الله خير أستاذة وزيك خدنا بالوراثة إنه زي ما ذكرنا الوراثة ما بالضرورة يكون من داخل البيت أو جدك شاعر أو عمك أو خالك لكن الوراثة الثغافة الشعرية زاتة في المنطقة والعراف والغيمة المتوارسة هي كل زول يمكن اعتبرها دي إرس واحد بعد ذلك وبشيل منها باحتبار ويرس منها من داخل البيت الكبير المنقوش قدر ما يصفصفوه بيتجمل والحر كل ما يطول الشديد بيتحمل الحي في العبوس لا بد لي يتأمل والمال المدرب قالوا ما بيتهمل البحرد قليله عشان كتير الناس مثل اللي بيبدأ بالعرش قبل خط الساس العاقل بيأنبه عقله والحساس وبالي حرسه إلا الطقه هو في الرأس كتير شوفنا البشاوي الروح وإنسى جماعته وسايسين الخيوك قالوا الفرص من طاعته الكون حجمه أكبر من عمنا مساعته والسواك بعايل للوقت فيه ساعته الليم والسفر بيحتاجه لترتيب وتفسير الإشارات ما في الضرورة لبيب المسروح حفيصي باحتبارها قريب ودوار الهمل واتعب من نضيب شوفنا المنعزل بيراي والفيجيب وشوفنا القلب واخضر وراسه يجهر شيب الزرع برضو شوفنا حصاده والتيراب وشوفنا لتيب والصيد دقنق هابونته وشديش شناحيبه شوفنا صراع جراريق وعولمه وهيلماني وشوفنا شعوب عمر سوكه وشعوب بتعاني الأيام دول بالداولين في الفاني والناس غير غيام ما عنده هاي معاني